اشتركوا في القناة موجود في مصر والعالم العربي وخلينا نتكلم عن مصر يعني تخليط موجود في مصر ومنتشر جدا يعني المواطنين ببعندهم اي مشكلة بيقول لك نناشد السيد الرئيس الاب الحنون ان ينظر الينا كما نحن ينظر الى ابنائه وحاجات زي كده والمناشدات دي موجودة على الوسائل التواصل الاجتماعي السوشال ميديا وموجودة في الجرايد فيه شركات وناس بيعملوا مناشدات للرئيس في الجرنال باعلانات مدفوعة الاجر حيث ان كل الندوات اللي انا بعملها دي المقصود بيها اساسا ان احنا نراجع طريقتنا في التفكير لان انا منتهى الامانة ومنتهى الاحترام لشعبنا العظيم انا شايف ان احنا المعاناة اللي عندنا والمشكلات الكبرى اللي عندنا سببها اساسا طريقتنا في التفكير يعني الديكتاتورية اللي بتحكم مصر سببها طريقة المصريين في التفكير وجود طيارة الاسلام السياسي والاخوان المسلمين والدور السيء جدا الانتهازي الخانوبي الصورة برضو سببه طريقتنا في التفكير ومش عارفين نشوف فين الدين وفين السياسة فانا شفت ان واجبي ان انا اعمل ندوات منتظمة كنت بعملها في مصر طبعا علشان نراجع طريقتنا في التفكير فلما نيجي نقول انه ناشد السيد الرئيس الاب بالحنون العطوف طب هيا ايه الحكاية الحكاية ان المشكلات اليومية اللي موجودة في مصر المواطن لأسباب هنشرحها دلوقتي بيرى انه مناشدة الرئيس هي اللي هتحل الموضوع ناخد مثلا مثلا قريب جدا يعني يمكن مثلا لغاية دلوقتي موجود اللي هي السنوية العامة شهادة السنوية العامة طبعا هي نقطة فارقة في الاسرة المصرية لانه الولد او البنت في السنوية العامة هجيب مجموع وهذا المجموع هيوصله الكلية او ما يعرفش هيوصل الكلية اللي هو عايزة فهي السنوية العامة لا احد يجادل في انها حاجة مهمة جدا بس في حاجات تانية ان معظم الناس الاغنياء واصحاب النفوذ في مصر ولادهم ما بقوش يعملوا السنوية العامة يعني بقوا يعملوا الشهادات الاجنبية اللي موازية للسنوية العامة وطبعا ما عندناش اي احصائيات نقدر نعتمد عليها عندها مصداقية لانه لا توجد احصائيات لها مصداقية في النظام ديكتاتوري ما فيش ما حصلش انما تقدر انت حضرتك او حضرتك تقدر تشوف انه السنوية العامة دلوقتي بايت شهادة الطبقة المتوسطة الصغرى والفقراء انما الطبقة المتوسطة العالية لا ما بتمقال السنوية العامة لانه ولادها بياخدوا شهادات موازية للسنوية العامة اسهل بكتير جدا وبالفلوس وبيخشوا الجامعات اللي هم عايزينها وما الى زال السنوية العامة بالطريقة دي بقيت شهادة الفقراء او محدود الدخل محدود الدخل دول عايزين يخشوا الجامعات جامعات الحكومة فبتحصل ظاهرة محدش بيفكر في سبابها بتتكرر كل سن ان بعض المواد او امتحانات السنوية العامة بتبقى صعبة جدا وكأن المقصود بيها افشال الطلبة الحقيقة هو ده الحقيقة لانه لو اتعمل امتحان للسنوية العامة امتحان طبيعي منطقي الطلبة والطلبات المصريين بقوا شاطرين والسنوية العامة بقت معادلة في التعليم اتعرفت يعني الطالب يقدر ياخد الدروس ويذاكر وعنده مدرسين عندهم خبرة اللي بيدوله دروس خصائية حاجيب المجموع عالي الحكومات مش عايزة ان كل الطلبة تجيب مجموع عالي فبتعمل لها دايما امتحانات صعبة جدا مش في كل بس لازم بيكون فيه امتحانين تلاتة من قصع عشان تقلل عدد اللي جايبين مجموع عالي عشان تقلل بعد كده المقبولين في الجامعات الحكومية طبعا احنا هنا لازم نقول انه المواطن المصري في تقديري من مشاهداتي في العالم هو اكتر مواطن بيحب ولاده يعني يعني المواطن المصري ده او الست المصري او راجل مصري ده انا ما شفتش حد في العالم بيحب ولاده واهتم بيهم زي المصريين او زي العرب يعني يعني بيحصل في مصر بيحصل في العالم العرب بيحصل انا متكلم على مصر يعني يعني انت لو عندك واحد صاحب اجنابي وقلت له والله انا واخد اجازة من الشغل عشان ابني عنده امتحان وانا حقف قدام اللجنة طول النهار لغاية لما يطلع الراجل الاجنابي ده هيستغرب جدا يعني ايه اللي يخليك انت حضرتك او الام تسيب شغلك عشان توقف قدام لجنة لغاية لما ابنك او بنتك يخلصوا الامتحاد طب انت واقف بتعمل ايه يعني انت ايه اللي ممكن تغيره في مصاري الاحداث وانت واقف برا اللجنة ده من علامات حب شديد جدا يعني المواطر المصري ودي نقطة مهمة بقى هنرجع لها كلموا على الديمقراطية يعني ناس كتير اوه مش فرق معها حتقولوا طب دلوقتي الرئيس السيسي عمل تعديل دستوري نسب اصل الدستور ولا يفرق معها طب كلموا بقى على امتحان الفيزياء بتاع السنوية العامة لا يفرق ده يفرق معها جدا جدا طيب يعني المواطن ده اللي انا سميته قبل كده المواطن المستقر بالنسبة له اهم حاجة العيال تجيب مجموعة عالية ولاده طبعا ده في الاستفتاءات والانتخابات ومالوش دعوا بأي حاجة وشايف ان الاهتمام بالكلام ده يعني قلت عقش انما المهم هو ان مروى وباسم اللي هم ولاده يعني نفترض يجيبوا مجموعة عالية ويخش وده عايزة تخش الطب وده يخش الصيدالة وده الدماغ وكده طيب اللي حصل بقى زي ما قلت لحضراتكم ان السنواء العام بقى شهادة الفقراء او متوسيط الحال وبالتالي بيتضغط عن طريق متحانات صعبة بحيس انها تقلل عدد المقبولين في الجامعات الحكومية الناس التانية لها سكة تانية الناس التانية لها الشهادات الاجنبية وبعدين بيخش بعد كده الجامعات خاصة ممكن يسفروا برا يعني يتعلم يعني مش دي النقطة حين نتكلم على معظم الشعب المصري اللي هو دلوقتي بيعاني بمشكلة السنواء العام جي وزير التعليم السيد وزير التعليم بيعمل تطوير جوه السنواء العام بقاله ثلاث سنين هذا التطوير يتميز بالتخبط الشديد يعني هو بيعمل حاجات وبعدين يرجع يشيلها وبعدين يعمل حاجات وبعدين يشيلها والی امتحناف بتتصرب ودين بايزة قمص طبعا هو بيعمل التطوير ده في السنواء العام ليا لأن أهالي الثانوية العام وليس لا يهم الناس ويقوم بشكل كيف يريد لما يجي تخص شهادات الأجنبية كان يكون هناك موضوع ولكن هذه الناس الطائبين الذين هم أهلنا ومعظم المصريين هم لا حاول ولا قوة ويبدأ هناك مثل عربي يقول لك يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامة ده مثل عربي قديم وفي معنى لان انا لما بتعلم الحلاقة لازم اعور الزبون انا لسه انا مش حلاق انا بتعلم الحلاقة لما تتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامة اصنع ماشيت لان دول يتامة يعني لح يجي ابوه ابو الضحايا بتاعتك يزعق لك ولا ام ولا دول يتامة اتعلم الحلاقة فيهم بقى وعورهم بقى فهو السيد وزير التعليم ده بيتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامة عمال يطور تطورات مشوشة ويعمل نظام ويشيله وانتهى بان الامتحانات الامتحانات السنة دي عجيبة جدا لدرجة وصلت في صعوبتها وتشوشها ان المدرسين بتوع المادة بيقولوا احنا ما نعرفش نحلها او في اسئلة لها حلين مش حل واحد او انت حصل في اللغة الالمانية مدرسين الالماني قالوا فيه تلاتين خطأ في الامتحان من ناحية اللغة يعني الامتحان معمول غلط طيب ايه اللي حصل بقى طبعا الاهالي قاعدين زي ما حضراتكم اكيد شوفتوا في فيديوهات قاعدين الاب المصري والام المصري اللي هي ولاده اهم حاجة في الدنيا ودي حاجة على فكرة انا مش ضدها دي حاجة يعني جميلة وانسانية واحنا المفروض نفخر بيها بس هي الفكرة ايه المنظور يعني انت شايف ان مشكلة السنوية العامة في السنوية العامة ولا السنوية العامة ده جزء من نظام هي دي النقطة فطبعا الاهالي بيعملوا فيديوهات وبيقولوا الولاد ولادنا عصابهم اتدمرت وتدمروا وعملوا وبتاع وبعدين بيقولوا ايه بقى بيقولوا ايه انوان النادوة نناشد السيد الرئيس الاب الحنون ها نناشده ايه انه يعطف على اولاده وبالتالي يعني يدي تعليماته للسيد وزيري التعليم انه يبقى تصحيح يعني فيه رحمة وفيه براح بحيث ان يعني الولاد يجيبوا مجموع هو ده اللي بيتكلموا فيه طيب خلينا نوقف عند هنا اخر مشهد بالنسبة للاهالي اللي هما بيحبوا اولادهم لزيد درجة وزيما واكرر انها حاجة حلوة يعني مش حاجة واحساب بس هي المشكلة ان هما بيشوفوا العدسة بتاعتهم بتشوف مجال دايق ما بتشوفش المجال الاوزع طيب مناشدات مستمرة للسيد رئيس الكومورية طيب يا جماعة ممكن حد يلاقي اي دولة غربية فيها اي مواطن بيوناشد رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية باعتباره الاب الحنون يعني هل ممكن حضراتكو تخشو ااااا ع الانترنت وتدور كده يعني شوف مثلا في فرنساوي واحد قال لي ماكران او ناشد السيد ماكران باعتباره الاب الحنون او حد قال لبايدن كده في أمريكا الرئيس بايدن هو الأب الحنون للأمريكيين كلهم وما يردوش الكلام ده هل هتلاقوا حد بيناشد الأب الحنون في شكل الرئيس لن يحدث ما بيحصلش خالص أبدا عمره ما فيش حد أقل على تشيرشل الأب الحنون ولا على دجول الأب الحنون ولا على أي رئيس دولة في العالم المتقدم الغربي الديمقراطي محدش بيقولهم نناشد الأب الحنون طب ليه يعني الظاهرة دلوقتي أن مناشدة الأب الحنون الرئيس الأب الحنون دي ظاهرة عندنا مصرية وعربية وعربية أيضا طيب ليه مش موجودة في الدولة الديمقراطية لأنه رئيس الدولة بالنسبة لهم ليس عبا حنونا وليس عبا أصلا ده راجل موظف اسمه خادم عام public servant خادم عام يعني يعني الخادم العادي بيخدمك الخدام بيجي محترامي طبعا للخدمة بيجي يجيب لك قهوة تطلب منه كذا تطلب منه غدا تطلب لو هو خادم خاص عندك في البيت يودي هدومك للمخسلة هو خادم هو خادم الموظف الرئيس الدولة في الدول الديمقراطية موظف والموظف عندهم اسمه public servant يعني خادم عام يعني بدل ما الخدام بيجيب لك قهوة سادة رئيس الجمهورية بيشتغل عندك أيوة رئيس الجمهورية بيشتغل عندك ليه بيشتغل عندك طب هو مش بياخد مرتب مش قاعد في مكان وفي قصر جمهوري أيوة مين اللي بيدفع له مرتب انت اللي بتدفع له مرتب مواطن تاخد منك درايب تدي له مرتب عشان كده لما حد بيتخانق في عائد الدولة الديمقراطية قل له لا خلي بالك انا دفع ضرائب انت بتقبض من فلوسي فهنا بنلاحظ ان المفهوم مختلف محدش بيعترف بيعتبر رئيس الجمهورية ابو الحنون ولا حاجة انما احنا عندنا مناشدة الاب الحنون الرئيس الاب الحنون طيب عشان ما يبقاش الكلام عمومي برضو احنا مسكين يعني انا بحب دلوقع يعني بحب ان انا ادي امثلة من الحال يومية لان انا الجمهور اللي انا بتوجه له انا نفسي جمهور اللي بتوجه له يكون هو جمهور اللي نقصه هذه المعاني يعني انا عندي اصدقاء كتير الحمد لله هم متفقين معايا على الرأي اللي بقوله انا بعمل الندوات دي للجمهور اللي هو انا عايزه يفكر في الاتجاه ده حتى لو هم مش متفق معايا دلوقتي طيب حد بقى حيقول طب يعني انت الديمقراطية ورئيس الجمهورية كان هيعمل ليني ايه في حاجة في السنواء العامة دي لا طبعا كان حفر كتير لو امتحان السنواء العامة بهذه الطريقة الحقيقة دي مسبحة يعني مسبحة للطلبة موجود في النظام ديمقراطي لا يمكن يحصل كده ليه اول حاجة ان وزير التعليم ده منتخب ده جاي من حزب منتخب يعني الحزب بتاعه كسب الانتخابات وبعدين شكل الحكومة فجابه وزير التعليم فالحزب خايف على الناخبين بالناخبين دول هفزيع له الحزب مش هيكسب اغلبية ومش هيشكل حكومة تاني ده نمرة واحدة نمرة اتنين فيه برلمان بجد يعني مش زي برلمان اللي موجود في مصر الوقت برلمان بجد يعني منتخب بجد مش المخابرات اللي جايباها مش المخابرات اللي مش ليس برلمانا مصنوعا في حجرات المخابرات زي ما انتو عارفين واحنا عارفين وكل الناس عارفين لا برلمان بجد وما فوهوش شارع اصوات الغلابة بالزيت والسكر زي ما الاخوان كانوا بيعملوا وزي ما الحزب والوطني كان بيعمل ودلوقتي مستقبل الوطن بيعمل كالنفس والاخوان كانوا بيعملوا كده لا دي كسب انتخابات حقيقية طبعا مي يبقى لما حزب يكسب انتخابات حقيقية يبقى هو بيشتغل عند مين اشتغل عند الشعب بيشتغل عند الشعب في مبدأ في الهلوم السياسية يقولك الولاء لمن عين يعني انا ولاي للي عيني اظن دي مفهوم بسيط جدا اللي عيني انا ولاي ليه فلما عيني الشعب يبقى ولاي للشعب يبقى انا وزير التعليم قبل بيعمل مسبحة زي كده لا ده هيشكل لجنة من البرلمان عشان الناس كلها توافق وحياخد اراء اراء الاهالي واي رأيوكو وياخد باله جدا ليه عشان ما يفقدش ثقة الناس لانه ممكن في البرلمان ينزعوا عنه الثقة فايتطرد يفقد عمله مين اللي يفقد عمله الوزير مش بس الوزير ممكن يفقد عمل لو تساحبت الثقة على الرئيس الوزراء حيفقد عمل لو تساحبت الثقة على الرئيس الجمهورية حافقد عمل كله بيشتغل عند الشعب الشعب هو السيد هو اللي بيشغل وهو اللي بيعين وهو اللي بيطرد الشعب ممثلا فيه ماندوبي اللي هم البرلمان طب انت عندك ايه في مصر مين اللي عين السيد وزير التعليم مين رئيس الجمهورية هل احنا لنا اي سلطة على وزير التعليم لا طبعا هل نقدر نمشي لا طبعا ده بالعكس ده عادة في مصر رئيس الجمهورية لما حد يبقى الرأي العام عايز يمشي يتمسك بيه اكتر ليه عشان يوريك ان انت مالكش ايه لازمة ولا رأيك يفرق في اي حاجة طيب لما يكون الشخص الوحيد الشخص الوحيد اللي عين الوزير هو اللي يادر يشيره ولا فيه رأي عام ولا فيه انتخابات حرة ولا فيه برلمان حقيقي طيب لو انت مطرح الوزير خلينا عمليين يعني لو انت مطرح الوزير مين اللي يهمك يهمك الرأي العام هيعملك ايه الرأي العام يهمك مين يهمك الباشا الكبير اللي هو رئيس الجمهورية فلما كل الاهالي دول يعياته وعايشين في مقاسي حقيقية لان ولادهم بعد التعب ده كله والمصاريف الدروس الخاصية والكلام ده الولاد طبعا تعرضوا لامتحانات قاسية جدا وغير منصفة وغير عادلة وتعجيزية ولا يفرق مع الوزير الوزير اللي يفرق معاه رضا شخص واحد يعني الوزير لو كل الاهالي الغاضبين لو الوزير كلم سيادة الرئيس اقال له فاندم انا كذا كذا وانا مشي يا فاندم تابع تعليمات سيادتك واحنا عايزين كذا هم مش قادرين على الشعب يعني مش قادرين يفهموا لانه مستوى الفهم عندهم هوش قوي انما طبعا سيادتك تعليمات سيادتك بتستشرف في المستقبل وانا تلميس سيادتك الصغير الى هذا الكلام والرئيس مبسط منه هيخليه اعمل في الناس زي ما انت عايز طبعا فيها مثيلة كتيرة جدا طيب يبقى الحل فيها جماعة الحل مش ان احنا الناشد السيد الرئيس الاب الحنون مش هو ده الحل خالص الحل ان الرئيس ما يبقاش لاب ولا حنون ولا عب اصلا الرئيس يبقى بيشتغل عندنا والوزير بيشتغل عندنا واحنا اللي جبناها وهو المسئول امامنا مبدأ المسئولية ده مهم جدا اسمه بالانجليزي accountability accountability يعني القابلية للمحاسبة احنا ما عندناش accountability ما عندناش قابلية للمحاسبة انت متقدرش تحسب الوزير مين ليه حاسبة البرلمان اللي هو بيشتغل بتعليمات المخابرات وجيب تعليمات المخابرات ولا الاعلام اللي هو متسيطر عليه من المخابرات ولا محدش يدر حاسبة فطول ما ما فيش مبدأ المحاسبة وطول ما السلطة متركزة في ايد الرئيس هو اللي بيجيبه اللي بيوديه ناشد بقى السيد الرئيس الاب الحنون ولا حيانتو جعلنوا اي حاجة بالحل تغيير تغيير طبيعة النظام يبقى انت كمواطم مصري مشكلة السنواء العامة او مشكلة البيوت اللي بتتهد او مشكلة ترخيص البيوت دي مش مشكلة محدودة لا دي مشكلة حاول توسع رؤيتك للموضوع دي مشكلة متصلة بطبيعة النظام اللي حضرتك قابله قابل وجوده طبيعة النظام ما تطلعش غير وزير التعليم زي كده وما تخليش وزير التعليم يسمع الكلام بتاع الشعب وهيعمل زي ما هو عايز ليه لانه له رئيس واحد طول ما رئيسه لو هو رئيس الجمهور راضي عنه انت متفرش خالص معاه ولا انت ولا ولا اولادك انما لو انت اللي جايبه انت اللي معينه لا انت اللي تقدر تشيله فقابل حيعمل حسابه جدا يبقى الحقيقة بجد انا بدي نماذج اول ما فيش حلة غير الديمقراطية الديمقراطية هي الحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة